اشتركوا في القناة قبل ما ندخل هيك بالمادة العلمية بشكل كامل يعني في حضرت هيك نشاط بسيط جدا جدا هو يعني خلنا نشغل العصف الزهني عنا لمدة دقيتين فقط ما أكتر طبعا أنا حابب هيك حدا يكون متطوع معنا يشوف يشارك قبل ما يشوف النشاط مين يحابي يتطور معنا أنا أنا معكم إيمان إيمان؟ تمام إيمان شكرا لأيلك لأنك هيك بادرت يعني قبل ما تعرفي شو ترتيبين هل هو نشاط أصب زهني نستخدم فيه هو سؤال بسيط بس يعني حابب نعرف الفكرة ماذا يحدث لو أخذت اسمك الأول أنا وأنت أخذت اسمي الثاني هو سؤال بسيط تمام معا أنا نبسط الفكرة بشكل أكتر حبتي اسمي أنا اسمي في رأس جمعة وأنت إيمان كنتك أشو كني عفوا إيمان شغلي إيمان شغلي فإذا أنا أخذت اسمك الأول وأنت أخذت اسم الثاني إيش ما تصير الأسماء؟ إذا أخذت اسمك الأول نعم سؤال هذا واضح مو واضح نكون على الشاشة؟ هذا هو صير إيمان جمعة أنا والله وأعلم كمان مين بيحب هيكي شاركنا بعد إيمان في حدا هيكي عنده فكرة أش بصير ترتيبة إيمان الجمعة وفراس شغلي إيمان جمعة وفراس شغلي طيب كمان لأ أنت بصير اسمك إيمان جمعة وأنا بصير اسمي جمعة شغري قربتي بس لا أبعدتي شوي قربتي ممكن بإسمك كمان إذا في حدا هيك حابب يشارك شو يا جمعة نايمين إذا ملتوا معني أو إيستو بعطيكم الحال بس هيكي حاب هيكي تفاعل كفا سمينا صوتك سمينا صوتك بصير إيمان جمعة نعم سمعتك صوتك في راس بلتلك أنه أنت بتفوق في راس شغري وإيمان بتصير إيمان جمعة ما بعرف هيكي جعبها لي نح نح مزبوط شوفوا بتصير يعني أنا هون ضربت ميسال وحطيت أسماء بشكل فعلي تلكم كناتكم بتصيروا إيمان جمعة أنا شغطورة دعاء مزبوط دعاء اللي حزرتها بشكل فعلي إيمان حزرت نصة جواب الأول بس الثاني ما حزرته طبعا هاي المسال الدامكم الواضح إذا اخترنا فراجة مع مصطفى السلوم يعني أنا أخدت الاسم الأول من عند مصطفى فسط أنا بصير اسمي مصطفى جمعة وهو أخذ الاسم الثاني من عندي فهو أيضا بصير مصطفى جمعة بتصير هون الأسماء متشابهة مين اللي عرف كفا الدعاء دعاء دعاء شطورة تستاهل صفى جماعية مننا باعتبار لأن هنا ما في عنا شي هيكي شكرا دعاء شكرا يعطيك العفل هيك مثل هيك سؤال بسيط أو خفيف أو عصف زيني يمكن هيك شوي يعطي هيك جو تغيير جو هيك بسيط هلأ ما رح نكتر عليكم طبعا لأننا أنا عندي ثلاثة فنيات ثلاثة فانتيني بدهم نعمل حاولت قدر الإمكان يعني أختصت الفنيات أختصنهم طبعا بشيء مفيد أعطي الزبدة زبدة وطبعا أنا حاولت أعتمد على كذا مرجع لأن هنا الفنيات صيرات ثلاثة هلأ بكل شيء نحكي عنه سواء تدريب أو جلسة أو محاضرة لازم يكون في هدف عام عندنا من هاي الجلسة أو هاي المحاضرة أو هذا التدريب طبعا هلأ رح نكون هو الهدف عنه تعرف على فنيات رد الفعل وإكساب زملاء المشاركين المهارات اللازمة من أجل نجاح المقابلة الإرشادية هلأ مثل ما هو المتعارف لنجاح المقابلة الإرشادية أو هو يعني تعتبر المقابلة الإرشادية هي طلب الإرشاد النفسي وحتى تنجح المقابلة بشكل كامل مو من أي شخص إجاء رح يعمل المقابلة هو رح ينجاح فيها لابد من المرشد النفسي أو الشخص اللي عم يمارس هاي المهنة يمتلك معلومات ومهارات كاملة أهلك أنه يقوم بالعمل على أكمل وجهه ورح نشوف هلأ إيش هي الموضوعات اللي رح نحكيها بهاي الجلسة طبعا اليوم نحن هلأ رح نحكي عن الفصل آه 13 آه يلي هو بيحكي عن فنيت الصمت الفصل 13 كاملا طبعا فنيت الأنصات فنيت إعادة العبارات فنيت الإنعكاس فنيت الإضاحة كان من المفروض يتم نقاش فنيت الصمت آه مع زميلتي كفا بس لكن بالسبب زف تم تأجيل أيضا فنيت الأنصات نفس العمالية مع حسام كان تم التأجيل هلأ نحن بهذه المحاضرة إن شاء الله رح نناقش ثلاث فنيات إعادة العبارات يعني إعكاس الإضاحة طبعا بس التذكير هيك ولو بسرعة نحن كان في عنا فصلين قبلون فصل 12 كان بيحكي هو عن المواجهة أهمية المواجهة تصنيفاتها والمستويات الفصل 11 كان بيحكي عنا عن فني التساؤل ودور المرشد والممارسات لفني التساؤل والقواعد الأساسية لهذه الفنية اليوم مثل ما حكينا هلأ رح نبلش أو قبل ما نبلش يعني أنا طبعا هوني مشا ما أحرق المحاضرة لزميلتي كفا أنا هوني حكيت بشكل مختصر شديد عن فنيت الصم وطبعا أنا أخدت من مرجع خارجي غير مرجع كان من عنا هو الدكتور ماهر أمر ماهر محمود أمر المرجع الأساسي لهذه المادة فأنا ما أخدت منه مشا ما أحرق محاضرة زميلتي كفا منحكي بكلمة عن فنيت الصم هي أسلوب فعال يستخدمه المرشد النفسي في المقابلة الرشادية والذي يساعد على إيجاد حلول المشكلات التي يواجهوها العميل طبعا هون رح نشوف في العدة أساليب من الصمت التام التأني فراد الاهتمام باللغة الجسدية الاستمتاع النشط الاستخدام مناسب الكلمات طبعا هؤلاء الأمور رح نشوفها بكرة إن شاء الله بشكل مفصل مع كفا أيضا كان في عنا فنية الإنصاط كان لدينا نحكي عنا هي كمان تعتبر الإنصاط أو الاستماع الفعال من أهم الفنيات التي يستخدمها المرشد النفسي في المقابلة الإرشادية تتمثل هاي الفنية في القدرة على الاستماع للمريض أو العميل أو المسترشد كله نفس التسمية لنفس الشخص بشكل فعال ومركز وبدون تشويش أو تحيز وتساعد في فهمه بشكل أعمى كما أنها تحقق أشعوب الرضا والسعادة لدى المسترشد لإحساسه لتقبله من جانب المرشد كمان أيضا فيه إلى عدة عناصر اهتمام فعال تأكد من الفهم استجابة العطفية لاستخدام الفعال للتواصل اللغوي لاستخدام الفعال للتعبير الغير لغزي طبعا هدول الأمور كلاهاتنا إن شاء الله بكرة رح نشوفهم بشكل مفصل على الأغلب يوم السبت هلأ لأي أمر لازم يكون في عنا مخرجات تعليمية لهذه الجلسة المخرجات هي رح نشوف نتعرف بشكل أوسع على فنيت إعادة العبارات وبشكل أدق أيضا فنيت العنكاس فنيت الإضاح فلاصة طبعا أنا هنا استخدمت مرجع خاصي خلنا نقول هو تلخيص لفنيت إعادة العبارات لقيت مرجع بيحكي بأربع أو خمس ست أسطور عن فنيت إعادة العبارات بشكل كامل أيضا عن فنيت العنكاس فنيت الإضاحة ممكن إذا اضطر الأمر نحن بالآخر الجلسة نعمل مناخش الجماعية إذا كي شيء مواضح مشان ما طول عليكم رح نروح مواشرة للفنية الأولى اللي هي إعادة العبارات دكتورة منال تمام هيك نكمل بس أعمل مدخلة بسيطة طبعا طبعا أنا شكرا لك بجد بجد الحمد لله إن فيه ناس زيك كده الله يعطيك العافية بس أنا عايزة أقول زي ما قال الأستاذ في راس كده إن إحنا عندنا فنيات تسمى فنيات رب الفعل وهذه الفنيات زي ما هو قال كده إن هي وأوضحها زي فنية الصمت فنية الإنصاط فنية أعادة العبارات فنية عكس المشاعر أو الإنعكاس وفنية الأخر واحدة كانت الإيه الإيضاح فإحنا عندنا نعم فإحنا عندنا خمس أنواع من الفنيات يطلق عليها فنيات رد الفعل كنت حبة إنه بس إن إحنا نوضح الفرق ما بين فنيات الفعل وفنيات رد الفعل طبعاً فنيات الخمسة بفنيات الاستجابية أو فنيات الاستجابة مهمة وضرورية نعم مهمة وضرورية بتحدث في أي مرحلة لو إحنا تكلمنا عن الصمت الصمت يحدث في كل المراحل وخاصة في المراحل الأولى لو تكلمنا عن فنية الإنصاط بيحدث في كل المراحل وبرضو يا حبازة لو حدث في المرحلة الأولى نفس الكلام نقوله على فنية إعادة العبارة نفس الكلام هنقوله على فنية عكس المشار نفس الكلام هنقوله على فنية الإضاحة يعني إيه المراحل الأولى المراحل الأولى يعني إحنا عندنا يا شباب ثلاث خطوات أو ثلاث مستويات من شغلنا المستوى الأول اللي هي المقابلة الابتدائية أو التعريفية اللي احنا فيها المبدئية الأولية اللي احنا فيها مجرد أن أنا بملأ ورق وبكتب في استمارات وبشوف بيانات وبعرف المريض بتاعي أو المسترشد بتاعي بخطتنا وإحنا هنعمل إيه وهكذا المرحلة الثانية مرحلة التشخيص خلاص أنا أخدت الحالة وتعهدت أمام ربنا وأمام نفسي إن أنا هقدم لها كل المساعدة فيتبقى عندي مرحلة التشخيص في مرحلة التشخيص اللي احنا بنسميها المرحلة الوسطى أنا ما عملتش أي تدخل أنا بس عايزة أحط إيه على إيه المشكلة اللي موجودة عند المسترشد بتاعي وحط هو كمان قصد نفس عشان كده كل الفنيات أو معظم الفنيات أو نقول مثلا 90% من الفنيات بتبقى في المرحلة المتوسطة لو ما استخدمناهاش في المرحلة المتوسطة يبقى ملهاش أي عوزة وطبعا والمراحل الابتدائية في المرحلة المتوسطة أنا محتاجة إن أنا أحط المسترشد بتاعي أمام نفسه هستخدم المواجهة عايزة أحطه بإنه أقوله أستوضح منه أنا بشخص إيه الموقف؟ أنت بتقول بطنك بتوجعك ولا ثم المعدة اللي بيوجعك أنا يحتى تحته ولا فوق؟ جنبك ولا بطنك دي بطن كبيرة؟ أنا يحتى في البطن هي اللي بتوجعك وهكذا وبالتالي محتاجة إن أنا يبقى فيه إضاح ويبقى فيه إنعكاس ويبقى فيه توضيح دول مبدئيا ثاني لو يا جماعة لازم نعرف إمتى متى يتم استخدام فنيات سواء كان الفعل أو ربض الفعل لابد أن نعرف متى نستخدمها لإن لو ما استخدمناهمش في الوقت المناسب ما لهمش أي لازمة فعشان كده يعني أنا متأكداً لفراسة يقولي الكلام ده ويأكد عليه إحنا متى نستخدم هذه الفنية اللي هي فنية إعادة العبارات إمتى بنستخدمها وطبعاً هيقول لنا الطريقة اللي إحنا بنستخدمها دي متشكرة جداً وكل أذان صغية ليك تمام دكتور شكراً لألك لإضاح الله تكلاف يا رب الفنية الأولى هي إعادة العبارات إحنا اتناقشنا بشكل عام قد ما ندخل بالمادة أو الجاسي اللي نحن عم نحكي فيها إعادة العبارات خلنا نحكي بشكل عام أو بالمعنى العامي إيش بتعنينا كلمة إعادة العبارة الضغط لبنا مش شخص ما إعادة العبارة إيش بيتراء لزهرنا أول سؤال أو كيف ممكن وصلنا أو إيش المسوط فيها فراس إعادة العبارة اللي حتنا إياها المسترشيد ولكن إنه بشكل أوسع إعادة عبارة إنه أنا بحكي جملة المستفيد والمسترشد نفس عبارته بس أنا بحيله من خلال الإعادة إنه أنا فهمانك يعني فهمان شو هي مشكلتك شو هي يعني شكوتك تماما حسيني شكرا الآن إحنا بس أنا حبيتنا نقرب الزهن آآ عننا أو نقرب المفهوم لا إعادة العبارات أنا طرحت نيسال بشكل عام الآن فنية إعادة العبارات هون بيبدأ المرشد النفسي بدايةً قبل استخدام فنية إعادة العبارات هو استخدم فنية الصمت يعني حتى يشوف المسترشد إيش في عنده معلومات عنه وعن حالته بعد ما استخدم فنية الصمت استخدم فنية الأنصات حتى يعني يدلي على مدى أهمية واستعاب ولما يقوله طبعا هنا من قبل المرشد النفسي للمسترشد ثم فيما بعد يبدأ باستخدام فنية إعادة العبارات حيث يستعمل كلمات فعلية وعبارات مكتملة يستجيب بها في تواصله مع المسترشد يمكن استخدام فنية إعادة العبارات بأكثر من طريقه إلا أن أهمها جميعا تلك من عبيعطي هاي القبول تلك التي تتميز بتكرار عبارات المسترشد كما هي وترديد كلماته بدون تغيير لأي حرف منها حتى نحن بس عم نحن بشكل عام عن فنية إعادة العبارات حتى بعد شوية رح نشوف عننا الطرق الأساسية لهذه الفنية هون المسترشد هو بصير مثل الصدى الذي يعكس لما يقوله المسترشد وبذلك يشجع على الاستمرار في الكلام والاسترسال فيما يبلي به المعلومات الأمر الذي يجعله ينظر إلى نفسه برؤية ثاقبة أكثر عمقاً في محاولة إيجابية لمراجعة ما يقوله كما أن استخدام فنية إعادة العبارات تعتبر تدعيماً عملية وتطبيقاً ناجحاً لاستخدام فنية الإنصات حيث أنها تؤكد المسترشد مدى اهتمام المرشد به وبما يفرض عليه عندما يردد كلماته التي صردها ويكرر عباراته التي ذكرها دون زيف وبلا تحريف ومن ثم يصبح استخدام هذه الفنية بطريقة ما في بداية المراحل الأولى لتدعيم التواصل بين المرشد والمسترشد حيث تفقد أهميتها كلما زادت المناقشة عمقاً فيما بينهما بين المرشد والمسترشد طبعاً يا جماعة نحن هون مو شرط أساسي أنا أستخدم فنية الصمت أو أستخدم فنية الإنصات أو أستخدم فنية إعادة العبارات أو أنه لازم أنا أبلش بالتسلسل هرمي هو شرط أو قاعدة أساسية عندي أنا أستخدم هاي الفنيات لا أنا هدول الفنيات ببلش باستخدامهم عندما يكون بتدعي الحاجة لألون عم يكون في عندي حاجة لأولون عم ما بيكون بسا عم ما بنت ثقة كاملة ما بيني وبين المسترشد حتى خنا نقول أعطي للمسترشد أهمية أكبر لكلامه للشيء اللي عبي يحديه هو للمعلومات اللي عم بحسن أنا أخذه منه بعد فيما بعد أنا بصير بأستخدم هاي الفنيات طبعاً هون آخر تفقد أهميتها كلما زادت مناقشة عمقاً بينهما ما يمعولي أنا صرت بآخر مراحل متقدمة من المقابل ما بينه وبين العميل أو بينه وبين المسترشد وأرجع للبدايات أو لمرحلة الوسط أستخدم معه هاي الفنيات لا فأنا هدول الفنيات باستخدمهم عندما يكون في حاجة لألون أما إذا ما في حاجة لألون هلأ رح أشوف هذا الأمر بعد شوي فأنت ممكن أن تستغني عنه وتنتقل لفنية أخرى هلأ لعننا الصلايط هون طرق استخدام فنية إعادة العبارات طبعاً هون هدول أهم أربع طرق هن موجودات عنا أساسيات لهذه الفنية أولاً إعادة عبارات المسترشد بدون تغيير ثانياً إعادة عبارات المسترشد مع تغيير ضمير المتكلم ثالثاً إعادة الأجزاء الهامة من عبارات المسترشد رابعاً إعادة عبارات المسترشد على شكل تلقيص مركز طبعاً كل طريقة من هدول في إلى هلأ شرح موسع إن شاء الله بسيطاً في حداً بيساعدني بيرجع بيقراني إياهم مرة تانية هيك مشان نحسن يتقربوا لازلنا أكتر بنحفظهم أكتر دعاء دعاء ما عم يقدروا يدخلوا على الرابط عم بيقولوا لك إنه بعضنا موافق لحتى يدخلوا معنو يا جماعة في أنا عدة 8 أشخاص داخلين وأنا ما نمقيد شي عندي موجود بس في 5 أشخاص ما في غير 5 أشخاص يا جماعة هيشوفوا الشاشة رح سوركم يا موجودة أنا عندي أربعة أحنا معدد دكتورة أربعة ما بعرفه ممكن ضعف نت يعني أنا ما قيدت شي يا جماعة نفس الأمر كل مرة عم نشتغلوا حتى أنا عم حاول من الهاتف من اللابتوب دخل اللابتوب والهاتف ما دخل أحاول بس أنت تعملون قبول يمكن يعني حاول تعمل قبول بس هو أنا ما عم بس أن عندي شي لأعطيه قبول أنا لو عندي عم بس أن عندي فورا بطي أكيد حتى أنا بالعادة عم بعمل لأن الرابط ما بيعطيه قيود نهائيا يعني بعطيه مفتوح فورا حتى هون هلأ الرابط بيعطين أنه عندي 7 أشخاص موجودين هلأ صار 8 هيتنا أنا شاشة احنا عندين خمسة على شاشة بكث عن نفس حال مش احال داخل عفكرا انا ما اعملش عندي انا ما اعملش عندي عفكرا يا جماعة recording in progress in progress كيف تساعدينها بيعاد الطرق تكرم طرق استخدام فنية اعادة العبارات اولا اعادة عبارات المسترشد بدون تغيير ثانيا اعادة عبارات المسترشد مع تغيير ضمير المتكلم ثالثا اعادة الاجزاء الهامة من عبارات المسترشد رابعا اعادة عبارات المسترشد على شكل تلخيص مركز تمام كيفا شكرا الله بكلاف يا رب هلأ رح نبلش نحنا بشرح للفقرة الاولى يلي هي اعادة عبارات المسترشد بدون تغيير هلأ تعتبر هاي الطريقة هي الاساس الاول في استخدام فنية اعادة العبارات التي بوسطتها يمكن للمرشد نفسي ان يساعد المسترشد في ان يسمع حديثه كما هو بدون ادنى تغيير فيه وكأنه صدى واضح لما يقوله تمتاز هذه الطريقة بان يكرر المرشد النفسي العبارات التي ذكرها المسترشد غير مبدل لكلماته فيعيدها كما هي بالنص والحرف بشكل كامل هون دول المرشد النفسي هو بيكون عبارة عن فوتوكوبة فقط الكلام يلي بيحكيه المسترشد بهو بعيده نفسه طبعا باستخدام هاي العبارة فقط انا اذا بدي استخدم عادة عبارات مسترشد بدون اي تغيير فانا هيك مستخدمه الكلام يلي هو حكاه بيشكل مفصل متل ما هو حكاه بايش ما كان يكون فانا هو نفسه هذا الكلام برجى بحكيه اذا ضربنا مثال مثل واضح دامنا المسترشد انا يأسه من حياتي فانا مرشد طبعا شايفين هوني يعني هي معلوماتهم بسيطة بس لكن احد الطرق هي هاي الموجودة اذا دعت الحاجة نحنا نستخدمها هلأ الفنية التانية اعادة عبارات المسترشد مع تغيير ضمير المتكلم هو نفس الامر نحنا نعيد نحنا طبعا مع تعديل بسيط نحنا نعيد العبارات بس لكن مع اضافة ضمير المتكلم بالفقرة الاولى كان المسترشد عم يقول انا يائسته من حياتي المرشد نفسي انا يائسته من حياتي اما هون اه لا هاي الطريقة بتعطي تأثير اكتر من الطريقة يلي هي قبلة اه انه الكلام المعاوض المكرر هو ليس كلام مرشد نفسي اه نفسي لا اه رح ينقعد بطريقة المرشد لكن مع اضافة تغيير بسيط عند المثال اللي شايفين قدامنا عم بدي اقول المسترشد انا يائسته من حياتي المرشد هون رح يخابه ولقاله انت يائسته من حياته اما بالفقرة الاولى بيعاد عبارات المسترشد بدون تغيير كانت مثل ما هي ما بيعيدش ابدا الجملة اللي قالها المسترشد النفسي عفا المسترشد المرشد النفسي هو نفسها رجع عادة اما هون لا مع اضافة ضمير المتكلم حالا اذا رحنا للفنية الطريقة الثالثة هي عادة الاجزاء الهمة من عبارات المسترشد يعني حتى هون من اسمة واضحة الفكرة انا هون بيحكي فقط خلينا نقول شي الهام او الزبدة او الاشياء الاساسية يلي عم بيحكي ايا او مهمة المسترشد النفسي قد يلا المشد النفسي انه نعم فزكاتك فراس بس السلايد اللي قبله بس اخر جملتين انه بمعنى انه كيف هو بعيد يلا هون ثانيا الفنية الثانية عادة عبارات المسترشد مع تغيير ضمير المتكلم فقط بعيد كلام المرشد النفسي بعيد كلام المسترشد مثل ما هو بدون اي تغيير فيه بس داكن بصيبه الجهله يا لقلوب اذا نحنا هنتلاحظ يوم الفقرة الاولى بفنية عادة العبارات بدون اي تغيير كان المرشد المسترشد اقول انا يأسه من حياتي عن ابو عد ببرك بخاطب المرشد طبعا هاي جملة مقتطفة من الحديث فالمرشد النفسي عم بدي عيد الكلام رح يقول له نفس الجملة رح يده انا يأسه من حياتي اما بالفنية البعدة هون بس تغير ضمير المتكلم انا يأسه من حياتي قالوا لا انت يأسه من حياتك صاري وجه له الكلام لقوله هوني بالفنية التالتة هو صف عنا اعادة اجزاء الهام من عبارات المسترشد قد يرى المرشد النفسي انه لا ضرورة لعادة عبارات المسترشد كلها كما هي ولا ضرورة اعادتها مع تغيير ضمير المتكلم فعلا متما هون نحكي عن نفس الفكرة اللي حكت عنها الدكتورة انه انا مو شرط عندي اساسي انا استخدم هاي الفنيات فانا اذا كمرشد نفسي شفت انه ما في امكانية لاستخدامهم فانا ما مستخدمون يعني سواء الفنية اعادة الكلام متما هو او اعادة الكلام مع ضمير متكلم فانا مواشرة متكلم للفنية التالتة اللي هي اعادة الاجزاء الهامة فقط من هاي المحادثة ما بيني وبين المسترشد يعني انا هون بحكي في اهم العبارات اللي تضمنتها المحادثة تتميز هذه الطريقة بانه يتجاهل المرشد النفسي اغلب كلمات المسترشد التي تضمنها عباراته مع تقليص فقط على اجزاء منها الان احضره بمثال تضح ان الفكرة بشكل اكبر الان مثال ذلك المسترشد عندما يقول المرشد النفسي لقد طبعا مثال لقد استدعت زوجتي والدها ووالدتها بسبب الشجار الذي حدث بيننا وعندما طلبت الطلاق في حضورهما نهرها والدها ورفض طلبها للطلاق واصر على صلح بيننا طبعا هون المسرجد النفسي حكى جملة طويلة لا يوصل للمرشد النفسي فكرة فالمرشد النفسي هو اللخص تلقيص الشيء المهم يلي حكاها المسترشد فبصير عندنا الترتيبة المرشد النفسي راح يقل له اذا حبي يلخص هاي الجملة بشكل مختصر خلنا نقول بالعامية عطا الزبنة رفض والدها طلبها للطلاق واصر على الصلح بينكما واضحة عادة الازاء الهمة من عبارات المسترشد ايه واضحة يعطيك العافية الله عافيك يا رب هلا هون رابعا اعادة عبارات المسترشد على شكل تلخيص مركز انا هون راح اعيد العبارات بس لكن بشكل تلخيص ما راح اعيد الكلام مثل ما هو حرفيا بالأولى وما راح اعيد الكلام مثل ما صار عنا بالفنية التانية باستخدام تغيير ضمير متكلم وما راح اركز عن النقاط الاساسية بالمثل ما صار عنا بالفقرة التات اعادة الازاء الهمة هو لا انا راح اعطي ملخص بسيط للشيء اللي بيصير هاي استخدام هاي الفنية قد يرى المرشد النفسي انه ليس هناك ضرورة في اعادة عبارات المسترشد كما هي او في تكرار بعض الازاء الهمة منها هو من ما حكينا مرجعنا اكد على فكرة كمان للمرة الاخيرة انا راح امكاني مباشرة اوصل للقاعدة الرابعة في تنية اعادة العبارات ولكنه قد يفضل تلخيص كل ما جاء على لسانه بشكل وافئ يدل على المعنى المقصود مستخدما اسلوبه هو ومعبرا بكلماته تمتاز هذه الطريقة بكونه تتعدى حدود اعادة العبارات نفسها ما انه انا بس بدعيد العبارة نفسها لا هنا صار في عنا شيء اشمل لانه يمكن للمرشد النفسي ان يعرض ملقصه ضمن مشاعري وحاسسه التي تعكس افعاله هون يعني المرشد النفسي اللي راح يكون في عنده خلا نقول شوية يعني بياخدها من المسترشد ما انا بس بدعيد الكلمات وبدون ما احس بالكلام اللي عبيحكيه المسترشد لا انا هون بدخل شوي ضمن المشاعر والحاسيس اللي هو عبيحكيها راح نضرب نحنا مثال توضح فكرة بشكل اكبر المسترشد انني اني افكر كثيرا في ابي الذي انتقل الى جواري ربه حيث انني الى الان اتذكر الايام الجميلة التي قضيناها معا عندما اتذكر اهتمامه وزائد بي لما كنت في المدرسة وتذكر كيف كانوا يدعي بي انا وانا طفل هالا هون مت ما كنش شايفين في كزا عبارة كزا جملة مدمجين فيما بعضهم المشد النفسي ممكن يعني ياخد الزبدة منهم ولخص الشيء بالديا او على لسان المسترشد كأنه لسان حاله يقول يوجد لديك ذكريات جميلة مع والدك واضحة هاي فنية اعادة العبارات المسترشد على شكل دلخيص هلا في عنا مثال تاني اذا ما اوضحت ممكنها كمان ايضا طيب هلا هون خلنا نقول سؤال للجميع انا عند حكيت الفنيات الاربعة وكيفا رجيت عادتهم يوجد اربع طلق لانستخدام فنية اعادة العبارات يرجى اذكرها مثلا على التعيين دعاء ممكن تسكرينا واحدة ايه تمام نعمل اعادة صياغة بدون اي تغيير وكمان اعادة مشكورة دعاء حسام اين انت يا حسام ممكن اعادة العبارة بضمير المتكلم تمام في المحافظة على المدمير المتكلم مع تغيير مع تغيير ضمير المتكلم مع تغيير عفا عفا اي مع تغيير اعادة اعادة ما قالوا المتكلم بس بعبارة عن تلخيص مركز ايه اعادة عبارة تلخيص مركز نعم تمام في تمت عنا عبارة حاليا بساعدنا فيها عبدالحكيم وخالد العادة الاجزاء الهامة من عبارات المسترش ايه تمام طيب هلأ مين الطالب الشطورة حيعيدهم اربع مع بعضون عبدالحكيم نعم الله يعافيك يا رب الله يعافيك يا رب عزرا منك ازا كان هي مش كيف الدخول بس ما بعرف شو القصة اليوم جزب عندي العزرا ما بعرف الله يعافيك يا رب اه طبع الطاخر الأربعة الاولان العادة العبارات عبارات المسترشد بدون تغيير نعم الطريقة الثانية يعادة عبارات المسترشد محت ohne اه ماتغيير ضمير المتكلم تمام تمام نعم ثالثه طالثه تعادي فقط الجزء المهم من العبارات هلأ الزائلها منها الرابعة الرابعة رابعة تعادة العبارات على شكو التلطيص مركز تمام أستاذ أبتحكي مالله كافي مشكوف شكرا لألك هن هدول الأربعة طرق تم عنا هن بشكل بسيط طبعا أنا كنت حابب أنا لخص يعني بشكل مختصر حتى وصلنا الفكرة بشكل أكبر بس لكن يعني بحست كتير في ضمن المراجع فألقيت هاي الفكرة اللي موجودة أمانكن باختصار أخذنا من أحد المراجع طبعا موجود عن كل الفنيات اللي نحن نضمنه ووجود عنا هنه فموجود لك كل الفنية باختصار شديد شو هي الفنية ممكن حدا يساعدنا بقراءة السلايد لو سمحتو إزاش واضح عليكم طبعا نحن يكي أنا أفضل الأسلوب هذا أن نحن كلاتنا نكون تشاركين بالمحاضرة ما والله نصفي مثل المعلم وطالب أنه واحد شخص عب يلقي والتاني عب يتسمى ولا نحن كلاتنا شركاء بالمحاضرة أنا بساعدك تفضلي فنية إعادة العبارات باختصار تتميز فنية إعادة العبارات بتكرار المضمون الأساسي لتواصل المسترشد اللفظي مع المرشد النفسي متضمن المعنى الكلي لعباراته وإن لم يكن متضمنه نفس الكلمات التي احتوتها تلك العبارات ومن ثم تعتبر بمسابة صدى لكل ما يقوله المسترشد مما يشجعه على الاستمرار في الكلام والاسترسال فيه تمام شكرا إليك هاي الفنية هي باختصار إعادة العبارات طبعا نحن هون طبعا قبل ما نتقل للفنية البعدة الفنية التانية طبعا لنا الرابط دقيقة فممكن ما بعرف إذا فيه أي إضاحة من قبل الدكتورة قبل ما نتقل للفنية التانية أنا بس عندي سؤال بعد إذنكم بس هسأله لكم السؤال دون هل الفنية دي فنية مهمة خالد هل الفنية دي فنية مهمة فنية إعادة العبارة فنية مهمة سلام عليكم والله أنا شايفة يعني ما بعرف شايفة بتشبه كثير يعني عكس المشاعر عكس المشاعر والترخيص فتوقع أنه مو ذات أهمية مثل باقي الفنيات هيك أنا رائم ممكن أنا ممكن أيوة إيمان بالعكس أنا بحس أنه هاي كتير مهمة لأنه بت تعطي شعور للمسترشد أنه إحنا كتير رفهمانين وكتير حاسين فيه وبمشاعره هي نفس عبس المشاعر يعني راح تكون يعني بتحسس طبعا أكيد يعني بتحسسه أنه إحنا مدى اهتمامنا فيه لما إحنا منعيد عباراته بمشاعر بأسلوبنا وكلماته ومنصب مشاعره أي دكتور عندي مش هنكمل طبعا طبعا الفنية أعتقد أن هذه الفنية زي ما أشارت الزميلات أن هي فنية مهمة وهنشوخ الفرق ما بين فنية إعادة العبارة وفنية عكس المشاعر إحنا بصدد فنيتين كلا هما مهم فنية إعادة العبارة زي ما تم تأكيده هي فنية بتوصل للمسترشد أن أنا حسن الإصداء أنا سمعتك كويس وزلت مركز معك وإنت بتتكلم وعرفت كل الكلام اللي أنت بتقوله فأنا بأكد على اللي أنت بتقوله على فكرة أنت لو أنت بتجري مقابلة يا خالد لازم هتستخدم الفنية لو أنا بجري مقابلة لو أنا استخدمت المقابلة وهكتب بقى أو هستجل لابد أن أنا أسجل الكلام بنفس الحرفية اللي قال عليها المسترشد بتاعي وبالتالي فهذه الفنية فنية مهمة وضرورية لأنها بتوضح مدى اهتمامك بالمسترشد مدى اهتمامك به مدى تركيزك معاه مدى إصغاءك له مدى استجابتك لكلامه للألفاظ إحنا لسه ما دخلناش في المشاعة آآ طبعا متشكرة جدا آآ ونسمع اتفضل يا أستاذ خالي اتفضل أنا قصدي مو المقصد أنه يعني أنه هاي الفنية ما لها شغل يعني أو يعني ما لها أي إفادة بس قصدي أنه في يعني مثلا نستخدم إعادة تصياغة نفس يعني الهدف هم تأدي كمان عندنا الترخيص نفس الشي يعني تمام نعم فممكن يعني إعادة تصياغة هي نفس إعادة العبارة ما بعرف شو الفارق بيناتهم هي إعادة الصياغة هي إعادة العبارة لكن إحنا عندنا زي ما شرح كده في راس وعلقوا زملائك إما أن أنا بكتب الكلام حرفي أو بعيده حرفيا أنت أنا كذا كذا زي ما هو بيقول أو أني أنا بغير ضمير المتكلم زي ما هم قالوا بقوله أنت خلاص يقست من حياتك أنت كريست حياتك خلاص بس بغير ضمير المتكلم أو أن أنا بأخذ الكلام تمام دكتورة بصفة الفكرات تمام أنا قصدي يعني أنه في عدنا فنية إعادة الصياغة طلعت هي نفسها نفسها أيوة نفسها نفسها إعادة الصياغة إعادة تكرار العبار أتفضلي يعني أنه فيه اختلاف بينتهم فنفسش تماما شكرا دكتورة أعطيك العافية بس أضيف شغلة صغيرة قبل ما نتقل للفنية البعضة تأيدة لكلام دكتورة نحنا حاليا يعني عم بدي يكون نحنا في مقابلة إرشادية لازم راعي موضوع خلنا نقول أنه هذا الشخص المسترشد اللي جايل عننا ربما يكون هو من بيئة مختلفة كليا ربما يكون هو من عادات وتقاليد اجتماعية مختلفة عني كليا ربما يكون الوضع الثقافي لهو مختلف عني كليا فلذلك استخدام هاي العبارات حتى لو كانت بسيطة حتى لو أنا بدأ عيد كلامه فقط مجرد إعادة ربما هي تعطيه شعور بالرياح النفسية تعطيه شعور أنه هو كلامه مهم وفيه شخص عايبي يسمعه وفيه شخص عاد كلامه نفسه من أدسام من أدسام أحسنت أنا بس أنا أسفل للمداخلة بس أنا بس هدلكم مثال صغير لأنه من باب فهم الكلام زي ما بيقول كده أحيانا كتيرا إحنا عندنا مثلا الناس بتيجي من الريف وإحنا موجودين معظم المراكز العلاجية بتبقى في الحضر الناس اللي بتيجي من الريف عندنا بتيجي محملة بطريقة معينة من اللغة بطريقة معينة من الكلام ممكن يكون أنا فعلا كلام بيروح مني كلام مش بعرف أفهمه فأعادت العبارة زي ما قال في راس كده بتحسس المسترجد بأن أنا فهمك أنت مش جاي من مكان مجهول ولا كلام غير مفهوم ولا أن أنت أقل من أي حد بالعكس فبتديله إحساس بأنه الآخر فهمه ودي حاجة إيجابية ومهمة جدا جدا في بناء الثقة في المراحل المتوسطة من الإرشاد النفسي الحاجة التانية اللي أنا بس عايزة برضو أأكد عليها أنه إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في بعض الكلمات يعني على سبيل المثال وإحنا بنتبق مقياس زي مقياس ويكسلال بالبيوع للذكاء ده مقياس مقنن ومترجم وبيستخدم في البيئة العربية بشكل موسع لقينا إحنا عندنا في البيئة المصرية كان فيه فيلم بيعرض كتير عندنا وكان فيه ممثلين يعني بيطلقوا بعض المسميات خلاف المسميات الحقيقية يعني مثلا يقول مثلا على أطفال بيشتروا مثلا حاجة أو حد بيشتري حاجة يقول أنا بكم دوان يقولك بتلاتة جندي بأربعة جندي أصدو يعني تلات جنيهات أو أربع جنيهات وهكذا فلما جينا بنسأل في البوكابلوري في المفردات بسأل الطفل يعني إيه جندي كلمة جندي يعني إيه فرح الطفل قال لي يعني كلمة يعني جنيه يعني جنيه وطبعا كان لازم أن أنا أحط ده في الاعتبار لو أنا مش فاهم المفردات بتاعت الناس اللي أنا بتعامل معهم أنا بدي لكم مثال صغير لكن لو أنا مش فاهم المفردات بتاعت الأشخاص المفروض أن أنا أعيد السؤال وأقرر نفس العبارة لعلي أكون أنا نفسي ما كنتش فاهم أو لعلي أني أنا أوضح للشخص إلا أنا فهمته وهكذا فشكرا لك وتفضل للفنية التالية نعم من قدار المرشد على مدى استجابته الفعالة والمؤسرة لكل ما يقوله المسترشد وما يفعله مؤكدا بها مدى فهمه لها ومدى إحساسي بمشاعره ما يجعله يرد إليه ما فهمه منه وعنه ومن خلال إطاره المرجعي الداخلي ومن وجهة نظري هو وليس من إطار المرجعي الداخلي للمرشد ولا رؤيته الشخصية لأمور طبعا هوني الأمور صارت دخلت معنا خلنا نقول بالأعمق قليلا هوني ما تم عنا فقط أنه أنا بدي أعيد كلام أو بدي ألخص كلام أو بدي أعطي كلام مهم أو بدي أقول نفس الكلام لأ أنا هوني صف عندي دخل في مرحلة المشاعر والأحاسيس لازم أنا ما بس أيضا بدي أشوف شيء ظاهري أمامي لأ أنا بدي أعكس هاي الشغلات حتى لو كانت هي خلنا نقول نوعا ما حاول العميل يخبية عني هلا هون ممكن نقول في عنا شوية صعوبات في استخدام فنيت للعكاس يواجه استخدام فنيت للعكاس صعوبات مركبة تجعلها أكثر تعقيدة من الفنيات الأخرى حيث أنها تتضمن لإستجابة منعكسة لتواصل من استرشد اللفظي وغير اللفظي هلا مثل ما شفنا بالفنيات الأولى هناك أنا عندي فقط على الشيء اللفظي اللي هو موجود أمامي هو حكي جملة أنا عدت أو لا خاصة أو حكيت زبدة منها أما لا هنا اختلف الموضوع أنا دخلت بالأشياء حتى خلنا نقول اللي بدي أخذ اللي المسترشد ما حاب يصرح عنه مع المرشد نفسي بما يمكن أن نعبر عنه بالجوهر المدفون في كيان المسترشد ووجوده الصعوبة الثانية لذا يتوجب على المرشد الإنصاط الحاد والتعاطف الوجداني مع المسترشد لفهم ما يتكلم به وما يخفيه وصولا إلى مشاعر الدفينة بشرط عدم التخمين وإنما يكمن استخلاصه من حديثه هلأ متما يعني باختصار حكينا هون أنا ما دخلت بالعميق دخلت بالأشياء المهمة مع العميل أو مع المسترشد وحاولت أخذ منه الأشياء اللي هو عم حاول يخبية عني من الصعوبات اللي حقوا عنه هون أنه أنا ما بدي أبرك أخمن تخمين ربما ما أقول الله كان المسترشد أصدق أنه يخبرني بكذا لأ أنا ما بدي أنا بدي أحاول هذا التخمين اللي أنا شكيت فيه أحاول أستخلصه منه سواء من ردات الفعل هو أو من الإيماءات اللي أطلع على الوجه أو حتى هو من التعبيرات أو نصف الجمل يلي خباها عني فأنا من هون ممكن أستخلص الحديث المهم طبعا يلي هو ربما مثلا أنا بقول حاول أو يخبية أو ما عارف شلون يوصل يلق لي هلأ آخر شي أهداف فنيت لأن العكاس في عنا هون كذا هدف لازم نحن نحققه من هاي الفنية في حدا بيساعدنا تعرف عليهم عبد الحكيم أخي عبد الحكيم بالنسبة لأهداف فنيت للعكاس تهدف بدرجة أولى إلى المحافظة على أفكاد المسترشد المنظف في طرح وتنقيتها مما يشوفها ومساعدته على ترجمتها إلى سلوب سوي يرتضيه وترتاح له نفسه كما تهدف خنيت العكاس أيضا إلى مساعدة المسترشد على رؤية نفسه بنظرة ساقبة إلى عماقه حتى يتعرف على مشاعره الدفينة وحاسيسه العميقة واتجاهاته المطربة المتأرجحة بين ما هو صحيح وما هو الخطأ وكأنه يقق أمام المرآة السحرية تريه الظاهر من جوانب شخصيته وتكشف له عن المختبئ فيها تماما مشكور يعطيك العافية شكرا لك على ما تمنون هنا نحن عنا هدفين أساسيات أول شي أنا بدأ حافظ على الأفكار أو الأشياء اللي عبي يعطيني إياههم المسترشد أو العميل عندي أحاول أطالهم وأخذهم قد ما بقدر وأترجم هاي الأفعال إلى السلوك هو بيرتاح لأله الأمر الثاني يعني هون خلنا نقول هي متما حكينا وأكدنا بالبداية أنك أنت هون كأنه المسترشد أو العميل هو عب وقت أمام المرآة وهاي المرآة عب تحقس الشيء أو الشخص يلي واقف هو أمامه فمن الفنيات المهمة هي فنيت هاي العناكاس هي مات فقط تعاملت مع الأشياء الظاهرية الخارجية فقط لكن نحن هون دخلنا بالأشياء خلنا نقول المشاعر والأحاسيس تختلف عن فنيات الفنيات الأولى قبل ما ننتقل ونعطي الزبدة الأخيرة برأيكم ما هي الفروق الأساسية بين فنيتين إعادة العبارات والإنعكاس طبعا نحن إعادة العبارات فنيت إعادة العبارات أنا برأي أن فنيت الإنعكاس بتركيز على المشاعر والحاسيس أخي بس ثوانية بعد إزنك إذا نحن خلنا نحكي بس جانب جانب خلنا نقول فنيت العنكاس من كل شخص موجود معنا بناخد فكرة عامة هلا أنت حضرتك الفكرة طبعا أول فكرة فنيت العنكاس أخي حسين سمعنا أحدا يشارك معنا أشو هي أهم الفروق الأساسية ما بين فنية إعادة العبارات والإنعكاس يعني إذا حطينا جدول وأن يا جماع أشو هو زردنا نضيف شريحة فورا السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته أحلق فنية إعادة العبارات التركيز كان يعني التواصل اللفظي تمام أبل يعني إعنكاس فيه التواصل اللفظي وغير اللفظي والتركيز أكثر عن تعاطف عن مشاعر يعني إعادة العبارة كان التركيز عن الكلام أنه أنا بوصل المستفيد أنه يعني مثلا أنا فهمان شو عم تحكي هو أنا عم وصل له أنه أنا حاسس بهالشعور اللي شكرا لإضاءتك أيضا لحدك عندك عندك اليوم خربط بالأسماء بفنية إعادة العبارة من رفز على الكلمات عفوا أنا ما أنا أعقك علي خالد أصلا شكرا أحسنت يا خالد خلق فنيت إعادة العبارات أنا بعيد كلام المسترشد مثل ما هو بدون مشاعر بدون أي شيء أنه من عندي أنا تماما هلا فكرة هي تكرار لما يقول المسترشد لأن العكاس ما يشعر به المسترشد تماما هاي فكتين نحن وصلنا خلالهم دعاء تعطينا فكرة جديدة مثل ما تفضلوا يعني بفنية لأن عنكاس نحن نحن نعكس يعني نحن من أولى بالعامية هي عكس المشاعر فنحن نعكس مشاعر أما بعادة العبارات نحن عم نعيد الشيء اللي عم يقول هو حكي يعني كلام فهون فينا نقول أنه نتعامل مع مشاعر أما هون نتعامل مع أقوال تمام طيب زعيان أحبينك أحكي عن شرطين إذا أنه جانب عقلي أو جانب معرفي وين نحطوا هدولي الأعقل يريد بأس العبارات الأعقل رح تروح على العاطفة والإعادة العبارات اللي رح تجي على الجانب المعرفة تمام أحسن طيب إذا أننا نحن قول وشعور وين بيكون قول وشعور شعور بالإنعكاس والقول بإعادة العبارة تمام طيب إذا أنه صدى ومرأة المرأة بالإنعكاس ما شاء الله عليكم يعني أنا هون ملخصهم عندي بالجدول فأنتوا ما شاء الله حكيتوا كل شي هاي هني موجودات أمامنا فنيت إعادة العبارات وفنيت للعكاس تكرار هون الشعور خلانا نسميهم جانب عقلي معرفي هون جانب عاطفي تركيز على كلام أو قول أو انفعال هون تركيز على الشعور قول إعادة العبارات شعور للعكاس بإعادة العبارات وهي بيكون صدى أما بالعنكاس فهو بتكون مرآة هنا في عنا ملاحظة هامة عند استخدام فنيت للعنكاس طبع هاي ملاحظة الهمة هي للمشهد نفسه يجب على المشهد أن يستخدم مع المسترش ضمير المخاطب أنت تشعر أنت تعتقد أنت تظن أنت ترى حدا بيحسن بيقول لي ليش أنه لازم أنا أستخدم معه ضمير المخاطب أنت تشعر أنت تعتقد أنت تظن أنت ترى هاي مشاعره هي المسترشد ما هي مشاعري أنا أنا أشعر بوصل لمرحات العطف هنا هون بنرجع أحسن بنرجع لما فنيت إعادة العبارات وكأني أنا بعيد العبارات ونفسها برجع لنفطة الصفر لا نحن هون تجاوزنا هاي المرحلة وصلنا بالنعنكاس ودخلنا فيما يعني رح نطلع تقريبا من الفنيت للنعنكاس فلذلك هون عد استخدام هاي فنيت على المرشد أنه أنت تشعر عبينقل حاسيس تبع المسترشد وليس شيء يلي أنا بشعر فيه خلق بس مداخلة صغيرة أنه بفنيت إعادة العبارة لما مثلا أنا لما هو عم يحكي بلسان أنا فأنا بتخيل هو أنه مثل لما بيكون عم يكتب فهو عم يعيدة جملة نفسه بتخيل المرشد يعني أنه عم يكتبه عم يعيدة جملة نفسه قدام المسترشد أما هون ما في يتبنى شعوره ويقول مثلا أنا أشعر يعني اي صح الا استخدام فنيت إعادة العبارة هي وخلنا بتقول بيستخدما المرشد النفسي أنا بدي أبني ثقة أو جسور ما بين وبين المسترشد أو أنا عم بيكون حاسس أمامي المسترشد هو متلبك خجول ما عبيع في حكي ما عبيع في عبر عن كلامه فأنا بيستخدم هاي شالات البسيطة لخلنا نقول ياخد دراحته أو ينطلق نوعا ما أو يبلش يحكي معي فكل ما دخلنا نحن بالفنية هوني بصير أعمى تماما نعم تماما هون نعم أنت تشعر هون بأنت تشعر أنت تعتقد تماما هاي جملة هاي جملة البسيطة اللي هي مؤلفة من كلمتين فهي بتعطيه شعور كبير كتير كتير أنه أنا الكلام اللي أب بيحكيه ففيه شخص يلي بيرك عبي بيستمع هو عبي بيستمع مثل ما هلما نشوف نحن من الميزات أو المهارات اللي لازم من تلك المرشد النفسي أنه يكون عنده استماع جيد أو الاستماع المتقن أو يعرف شلون يتصرب فهون المرشد النفسي يعطيه أنت تشعر فوصل له الشعور أنه أنا معك أنا فهمانا شعب تحكي فيه أنا حاسس فيك أنا شاعر فيك مع أنه هي بكلمة بسيطة صحيح في عنا لنحن أيضا آخر شيء فنيت الإنعكاس باختصار في حدا بيساعدنا على قراءته أنا إذا ممكن فران تضلي تضلي تعتبر فنية الإنعكاس بمثابة مرآة صادقة يعكس بها المرشد أحاسيس المسترشد وتعبيراته وانفعالاته ما ظهر منها وما بطن سواء عبر عنها بصراحة أو أخفاها وذلك حتى يرى المسترشد نفسه وكأنه في مرآة عاكسة لما يتضمن لما يتضمن تواصله اللفظ وغير اللفظ مع المرشد النفسي تماما يعني أتكي العافية مشكورة هل هو مثال المرآة هو أوضح شيء عنا بتوقع يعني كلاتا مفهموا فأنا اليوم أنا عمد أوقف على المرآة وبيدي أرفع إيدي الأمين لمشيط شعري فأنا رح يطلع المرآة أيضا إيدي الأمين بتخيط لطمشيط الشعر الأمور هون إن شاء الله واضحة في أي سؤال أي شيء ما واضح أنا جاهز لتوضوح بفنية الإنعكاس واضح يعطيك العافية يعطيك العافية واضح الله يعافيكم إيش رأيكم لا نكمل 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 ضيبنا أحوة وكاك أو هو هاي يعني حتى اللاهوة السخنية من روحة الفنية التالتة اللي هي فنية الإضاح طبعا هون أعمل مدخلة صغيرة بعد إذنك يا أستاذ اتفضلين طبعا إحنا عشان نأكد بس للأستاذ خالد أظن كده اتضح الفرق ما بين إعادة العبارة وما بين فنية آآ إعادة الشاعر أو الإنعكاس آآ واضحة ولا مش واضحة فاس خالد واضحة ولا مش واضحة تمام تمام دكتورة يعطيكونا عادي إيه واضحة أنت واضحة قل لي بهمت إيه الفرق لقنا حكيت لكم شوي أنه الفرق بيناتهم يعني أنه بعادة العبارة أنا عم بركز يعني عن تواصل مع المستفيد تواصل لغوي مشان خليه يحكي يعني أنه يعني يعطيني جمل يعطيني يحكي مش بسهو بشكل يعني مبسط أكتر يعني تمام بعكس فنيت العكاس أنا عم تواصل معه بشكل يعني لفظي وغير لفظي يعني أنا بوصل له فكرة أنه أنا فهمان شعورك حاسس بأي المشاعر اللي أنت عم تعانيها حاسس بأي المشكلة بأثر المشكلة عليك تمام فبعكس فنيت العكاس أنا عم بحاول وصل له أنه يعني هاي المشكلة يعني أنا فهمانها عليك يعني أنا ما أبعطف عليك والله أنا حزنتني زعلت عليك أو هيك شي لا أنا بوصل له فكرة أنه أنا فهمان حزنك فهمان معاناتك فهمان هالشي اللي يمور عليك وأكيد هالشي صعب كتير عليك تمام لا مش تمام آآ آآ كفة هل الكلام اللي قاله خالد ده مظبوط ايه تماما مظبوط خراس الكلام اللي قاله خالد ده مظبوط لا فيه بيحتاج فيه كزا جانب بدون إضاح ما هو بالمعنى الحرفي اللي حكال استاذ خالد لا فيه بعض نقابة ده توضيح هو يخلط ما بين إعادة العبارات وما بين فنيت لانعكاس نعم آآ معلشي أنا أحب بس أوضح معلشي يا شباب آآ الله يكرمكو آآ دول فنيتين اللي اتنين شبه بعض تماما على فكرة مش تماما إلى حد كبير فنيت إعادة العبارة هو إعادة الكلام بالطريقة اللي هو قاله إعادة الكلام آآ آآ أنا 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 مكتئب بقوله أنت مكتئب طيب آآ أنا آآ أنا مش عارفها آآ فاشل في العمل أنت فاشل في العمل آآ كأنه بعيد نفس اللغة ده بالعبارة في المشاعر بركز على تاني بعيد الكلام بسي بركز على أنت تشعر بالفشل أنت تشعر بالإهانة أنت تشعر بجيب الكلام أنت ترى نفسك موضع سخرية من الآخرين أنت بنفس الطريقة اللي هو قالها لكن بركز على أنا عايزة يشوف مش عارف أنا حاسس أن الناس بتكرهني أنت تشعر بأن الآخرين يكرهونك كده نفس الكلام بعيد نفس الكلام على فكرة إحنا هنا كل ما علينا يا جماعة أنا مش بقول يا أستاذ خالد ما ليش علاقة في المرحلة دي أبدا بأنه أن أنا أو الفنية دي ما ليش علاقة بإظهار تعطفي معي أو إظهار أنا حاسس بأن أنت تعبان ونفسيتك تعبان أنا حاسس أن أنت شاعر بأن أنت مزلول ما ليش دعوة أنت خرج نفسك من الموضوع ثاني المرشد خارج الموضوع ما تقولوش أنا حاسس يعيني أنا حاسس بتعبك أنا حاسس أن أنت الناس كلها بتكرهك وهو قال كده الناس بتكرهني أنا بقوله أنت حاسس بأن الناس بكرهون معلش أنا بأكد تاني أنا هنا بنقول عكس المشاعر أو الإنعكاس عكس العبارة هي هي بس دي لغة بركز على الجانب المعلومات الكلام هنا بركز على المشاعر بركز على مشاعره هو ما ليش أنت خارج الموضوع تاني أرجوك وأرجوك وإحنا بنعمل الفنيات دي إحنا بره الموضوع ولا إيه كفا إحنا خارج الموضوع لا طبعا معيك دكتورة بس لإني أنا أحي بهاي الأشياء لأن بتصير مشاعري يعني بالنهاية لما هل أنت لما بتخضي بتخضي مشاعري كنتي أولا بمشاعره هو بمشاعره هو بمشاعره هو خلاص انتهى ومشاعره هو ما قولوش أنا زعلان أنا أنا حاس أنت أنا حاسة بإن أنت تعبان ومكتائب أنا ما ليش عبارة أنت عبارة بصير غلص بالموضوع نعم نعم لأنه هو كده هو اللي هيعالجني بعد شوية مش أنا هشدير أنا المسترشدة مش المرشدة فأرجوكم أن إحنا تكير ناخد ونكون فاريكين فعلا مهتمين جدا ومركزين قوي أنا وأنا بعكس العبارة أو بعكس المشاعر أنا بقول نفس الكلام لكن على لسانه هو كما هو قاله أوكي يا أستاذ خالد أوكي يا جماعة واضحة تمام تمام دكتورة واضحة يعتبر أستاذ فراسي تمام سنكمل بفنية الإضاح تعتبر فنية الإضاح ببنسابة تغذية رجعية مباشرة من جانب المرشد للمسترشد لتوضيح بعض النقاط التي قد تكون غامضة وغير مفهومة في المناقشة التي تدور بينهما خلال مقابلة الإرشادية حيث لا يمكن تستمر المناقشة دون أن يفهم أحد ومال آخر هلأ هون بفنية الإضاحة خلال أقول هي فيدباك عن الشيء اللي بديوا يحكيه المرشد المسترشد ما معقول متما عم نحكي بآخر الفقرة أنه أنا أكمل سواء المسترشد يحكي جملة أو جملتين أنا كمرشد نفسي ما أفهم لأ فلازم يكون هون الحديث مفهوم من قبل المرشد والمسترشد بفنية الإضاحة في عنا أهداف لهذه الفنية هنا خمس شغلات أساسية بيتم التركيز عليهم بفنية الإضاحة بداية تدعم الاستجابة التلقائية من المرشد إلى المسترشد هون في عنا استجابة تلقائية وفورية من المرشد إلى المسترشد ما في داعي إنه أنا بسجل أو فيما بعد برجع بعيد لا بشكل فوري الفهم بشكل الأفضل لبعض الأمور الغامضة أو غير المفهومة هاي الأشياء أنا عند سار حديث سواء جملة أو كلمة غير مفهومة أو مصطلح غير مفهوم فهو بوقت الأمر بيتعبر عنه وبيفهم من قبل المرشد للمسترشد ثلاثة أيضاً المعنى المخصول بأسلوب ميسر وبسيط طبعاً أي معنى هلا مثلاً راح شوف بعد شوي بدي يكون بأسلوب بسيط جداً جداً وميسر بسيط ربما أنا يكون شخص جارس أمامي هو لا يجيد القراءة أو الكتابة فأنا من غير المعقول أقول له أنا باعتبارناها منك عن فنيت الإضاحة أقول تغذي رجع أقول له إيشو الفيتباك اللي عندك عن مثلاً عن نعم فراس بتصير معنا أحياناً أنه هيك لما بيجي لعنا أنه مسترشد لهشته غير لهجتنا أو طبيعة غير طبيعتنا أنه كتير مستخدم هاي الفنية تماماً هو نحن عم نأكد على هاي الفنية وأهميتها وإشلون هي بهاي الفنية أنا الحواجز يلي موجودة ما بينه بين المسترشد بإمكان إذا أتقمت هاي الفنية أني أتجاوز هاي الحواجز لذلك نحن عم نأكد هاي الفكرة رابعاً مستعدة المسترشد على الاسترسال في الحديث وإدلاء المعلومات والانفتاح على نفسه هون طبعاً أنا عند أنا كمرشد نفسي عند المسترشد هو بيكون عبي يحكي أمامي والكلام والحديث يلي عبي يحكيه المسترشد أنا عبي ياخد فيدباك مني وعبي يشوف الرياكشن أو الشي وإني أنا متفاعل معه أنا فهمان حديثه أنا كمرشد عبي يشعر بيش عبي يحكي هو أكيد فهو لحاله رح ياخد ثقة بنفسه أنه الشيء الفكرة اللي هو بدي يوصله أو بدي يعطينيها أنا للمرشد النفسي وصلتني أنا الخامسة تحسين وتدعيم التواصل بين المرشد والمسترشد وصوله لجودة المرجوة أكيد أنا اليوم عم بدي أعمل جلسة نقاش مع المسترشد وبيدي أستخدم هاي الفنية فأنا أكيد بدي أوصل لهدف أني أنا أخذ معلومات من هذا المسترشد أحسن أحسن على أحصل على أكبر قدر من المعلومات أحسن أصل على الشغلات يلي أنا بدي إياهن منهم هدول الأهداف الخامسة فيه أي هدف منهم ما واضح أبد ما ننتقل للقواعد دكتورة بحب يضوي على شيء أو نكمل أنا بس بس بوضح لحضراتكم أن الفنية دي برضو فنية مهمة نرجو أن احنا ناخد بالنا منها فنية الإضاحة من الفنيات الضرورية جدا جدا لأنه زي ما كانت بتقول كفا كده أن ساعات كتيرة بيجيلي مسترشدين من بقات غير غير بقتي أو يعني مش فاهمة مش فاهمة كلامهم وفي الحالة دي المفروض أننا الفنية دي ضرورية لإضاحة بعض الأشياء بوضحها مش لنفسي بس بوضحها لنفسي وللمسترشد بسماحة باحترام با 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 يعني بإحساس بإني مش يعني أنا مش فاهمة أنت بتقول يعني أنت عايز تقول يعني أنت عايز تقول كذا وما بس تخدمهاش بطريقة كبيرة جدا وكثيرة جدا عشان ما يحسش بيه العلاقة اللي بينا بنفسرها أو يعني بنعمل تحطيم للعلاقة وإحنا لسه بنبنيها فشكرا اتفضل كميلي أستاذ في راس طبعا شكرا ما رح طور عليكم وإن شاء الله عشدا يبلي كيف يكون خلصنا هلا في عنا هون قواعد استخدام لهذه الفنية هني في عنا أربع قواعد لازم نحن نلتزم فيهم عن استخدام هاي الفنية ونكون فهمانين لكل قاعدة أو كل مبدأ فيهم بشكل كامل طبعا عنا هني أولا الكلمات البسيطة ثانيا التفسير الميسر ثالثا التسامة والاحترام رابعا استقاب النفس الكلمات البسيطة طبعا أنه تبتعد على الكلمات الصعبة التي تحمل أكثر من معنى واضحة في نطاقها وصريحة في معناها طبعا استخدام الكلمات هم بدأ تكون بأسلوب بسيط جدا 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 بغض النظر أنا عن درجة ثقافية اللي أنا فيها أنا مثل ما هلا نحنا متعارف عليه عند الطفل بيعمل أمر ما فأنا بنزل لمستوى الطفل أنا حتى لو كان عمري أربعين خمسين سبعين سنة فأنا بنزل لمستوى الطفل بخاطب الطفل بمستوى عمره فأنا هون بدي خاطب المسترشد بحسب المعلومات اللي هو يعطيني إياهون ما أنا أنا شو بدي أحسن أخذ من هذا المسترشد لا أنا ببسط الأمر قد ما هو ببسط الجمال ببسط الكلمات لحتى أصل الشيء المطلوب انتقال يعني خلنا نقول مثل هو السلم درجة درجة بعد ما أنا حكيت الاسلوب واضح وكلمات واضحة وما بتحتمل كم معنى بروح التفسير البصير أو التفسير وميسر هون يستخدم المرشد أثناء المناقش كل ما دعت الحاجة وهذا مرتبط طبيعة المسترشد ومستوى الفكري ومدى إدراك ووعي وصدعة بداهتي والسعابة دائما يعني بتعفض بشكل عام قبل ما يكون طبعا هذا المسترشد عند إجل عندي فهو عنده مشكلة إجل عندي أنا مشان أساعده في الحل فقبل ما يكون أنا عندي مشكلة خلنا نحكي على الشخص العادي أو الشخص السليم نحنا ما بين ما بين بعضنا كلتنا مستويات اللي أزعملنا نحنا اختبار زكاء فتلقائيا الريدي رح يكون نحنا بيناتنا في فارق بمستوى الزكاء فما بالك بهذا الشخص اللي هو بالأساس جائل لعنا وهو عنده مشكلة فأنا هون لازم يكون الاسلوب ميسر بسيط جدا جدا وراعي المستوى السقاغي والاجتماعي للشخص اللي جاي لعندي ثالثا التسامح والاحترام ذلك لأن تجاوز المرشد اللغطاء المقصودة وغير المقصودة لفظا أو تعبيرا من قبل المسترشد أي حد فينا ممكن يظهر أنه فعل أو خطأ أو جملة أو يتفوه بكلمة هي غير مقصودة فهي بالحالات الطبيعية بنرجع جوز يكون خجلان جوز يكون خائف جوز يكون في عنده كثير أسباب تخليه يتصرف بأشياء غير لائقة سواء كانت مقصودة أو كانت غير مقصودة فهون لازم يكون في تسامح واحترام وعلاقة قوية ما بين المرشد والمسترشد وتجاوز هاي الأمور في حال وجدة إن وجدة رابعا السقة بالنفس يجب أن يتحل المرشد بالسقة بالنفس عند استخدام فنيت الإضاح تجنبا لأي خلل قد يحدث بينه وبين المسترشد وذلك لبناء علاقة وثقة بينهما هيك بيكون نحن خلصنا الأربع آآ قواعد لا استخدام فنيت الإضاح قبل ما نطلع لآخر فقرة هي اتجاهات فنيت الإضاح في أي شيء ما مفهوم بهدول الأربع قواعد يلي هني الكلمات البسيطة يليزن نسخدمه أنا التفسير ميسر التسامة والإحترام الثقة بالنفس الله يعافيكم يا رب ميسر هين هواعد بتستخدم بكل التقنيات ممكن ما أظن بس بهاي التقنيات يعني طرح الأسئلة لازم تذكرناها وهلأ أرجعنا تذكرناها صحيح أكيد أكيد الفنية هني كلها توموا ترابطات مع بعضون بس لكن هني هون عاد أكدوا علينا أنه لازم يكون استخدمهم بشكل أكتر بهاي الفنية أكيد نعم نطمئ ما أحكي الدعاء شكرا لك هلأ نحن عنا اتجاهات فنية الإضاحة أولا اتجاه الإضاحة للمرشد ثانيا اتجاه الإضاحة للمسترشد طبعا نقرأ بشكل سريع نوضح فرق هنا لاتجاه الإضاحة للمرشد ربما يلاحظ على المسترشد هنا قوله لكلمات غير واضحة أو مفهومة وذلك بسبب اختلاف اللغة أو اللهجة أو خجل المرشد وانطوائهم يجعله يتكلل بصوت مخفض وعبارات غير واضحة طبعا هذا الكلام لأننا كنا عم نسكر اتنين لذلك يحتاج المرشد هنا لإضاحة بعض الكلمات الغير مفهومة وسؤال المسترشد عنها أو إعادة خلنا نسكر المساء لكي نتوضح الحالة بشكل أكبر المسترشد هو أنا غير راض عن تصرفات والدي معي بهم همة ربما يكون جملة بهمة مسموعة غير واضحة أو ربما يكون أصد فيها شيء تاني فالمرشد يقول له معزرة أنا غير متأكد أني أو تابع كلامك لا تكتعيد علي ما قلته الآن بطريقة أكثر وضوحا المسترشد أنا غير راض عن تصرفات والدي معي بشكل مختصر أنا هون لازم وضح الشيء الأساسي ما بيني وبين المسترشد بكل وضوح وبكلمات مفهومة واضحة لكل الطرفين الاتجاه الإضاحي للمسترشد ربما يصل الأمر هنا إلا عدم معرفة المسترشد لما يقوله هون ويتفوه ويلاحظ عليه التخبط في أقواله وأنه لا يعي ما يقول وغير قادر عن تعبير عن نفسه وأفكاره وإيصال المرشد وهون على المرشد التدخل ومساعدته في تسهيل وفرول أفكاري بمساطة أكيد شيء طبيعي نحن اليوم عم نقدم أي امتحان فأنا طبيعاً بيروح الامتحان أشعر بالقلق أو القلق الامتحاني أو الخوف أو يصير معي تسرع ضربات قلب أو ما شابه فهذا هون الشخص اللي جاي عندي مشكلة شيء طبيعي ينحط بهذا الأمر يصير يحكي كلام أو مفهوم أو يحكي كلمة مثل ما نقوله العامية كلمة من الشرق وكلمة من الغرب فأنا بشوف هذا الالتباك هذا الخجل هذا التخبط عند المسترشد فأنا هون كمرشد نفسي لازم أوضح هاي العبارات وساعد المرشد على يعطين الشيء البدوية هو بأسلوب بسيط وسهل مثال ذلك يعني على هاي الحالة إذن وصفنا المسترشد لا أدري ماذا أفعل مع الناس مع أصدقائي إنهم يسيقوني لي عندما أحبهم أجدهم يكرهونني عندما تقربينه وأجدهم يبتعدون عني عندما أقدم لهم خيرا أجدهم يردونه لي شرا هل مفروض أن أكون سيئة مثلهم حتى يمكن التعامل معهم هل أنا على صواب أم هم لقد انقلبها كل شيء في عقلي الآن أظن أنني أعيش في غابة من العشب البشرية المفترسة ومن السهل عليهم افتراسي لأنني حمل وديع إذا ما اللحظ هون يعني صافي عن كذا سؤال بكذا جانب بكذا أمر حكى المسترشد خلنا نقول يعني صار الخبيضة فالمرشد بكل سورة أنت ترى أن الناس يقابلون الإحسان منك بالإساءة إليك وآرى أنك مندهش كيف تتعامل مع تلك النوعية من البشر هو نوع أدمحك المسترشد كلام غير مفهوم أو كلام واسع أو كلام ما دخلوا بالشيء الهدف الأساسي اللي نحن عم نحك فيه فأنا كمرشد اللازم الشيء اللي لازم أقوم فيه أني أساعده على يوضح الفكرة اللي بده إياه هو بسلوب بسيط جدا جدا يوصل لي المعنى التام هون هاي التجاهات مخلصنا هون التجاه الإضاحي للمرشد والاتجاه الإضاحي للمسترشد راح ننتقل لآخر فقرة يعني هي أيضا فني الإضاح باختصار طبعا أنا أخذتها من أحد المراجع مثل ما عبروا عنها هنا بشكل مختصر جدا جدا في حدا بساعدنا بالقراءة راح أقرأ في رأس فضل كفا تعتبر فنية الإضاح بمسابة تغذية راجعة مباشرة من جانب المرشد للمسترشد لتوضيح بعض النقاط التي قد تكون غامضة وغير مفهومة في المناقشة التي تدور بينهما خلال المقابلة الإرشادية وتهدف فنية الإضاح إلى تدعيم الاستجابة تلقائية من المرشد للمسترشد إذا حدث أي توتر في التواصل بينهما عندما لا يفهم أحدهما ما يقول الآخر عندما يعجز الطرفان عن فهم ما يدور في المناقشة بينهما شكرا لك بعتزم ممكن رح يفسر الرابط نحن بحاجة لكم دقيقة فقط لننهي رح بس ينصر الرابط هلا بندخل كم دقيقة والدكتور بتنهي محاضرة تمام دكتور تمام إحنا هنفسر الرابط يعني ولا هنعمل الرابط انتهى هو الرابط انتهى تم فيه سواني نحن هيك لو خلصنا بس لن العرض الجميل وإن شاء الله